في مقدمة كتاب قراءة جديدة بالفتوحات أن الكتابة في الفتوحات والبحث في الفتوحات يحتاج أولا أن يكون الكاتب عنده ثقافة عامة ثانيا أن يرجع إلى المصادر وذكرنا الآن أعطينا فكرة عن أهم المصادر التي أرخت من القواعد المهمة والأشياء المهمة للباحث في الفتوحات أن يكون عنده خبرة بالدولة الفارسية والرومية في عصر الفتوحات لأن روايات الفتوحات تنسب إليها وإلى أمبراطورها وقادتها أقوالا وأحداثا مرة تكون مكذوبة مرة تكذب ينسب إلى الروم شيئا ما موجود ينسب إلى الفرس شيئا إذن اللي عنده خبرة في دولة الروم ودولة الفرس يستطيع أن يحاكم كثيرا من روايات الفتوحات مثلا نقرأ في الطبري اثنين خمسمية وسبعة وخمسين نقرأ عن وقعات لخالد ابن الوليد ومعارك في فتح العراق وقعت المذار وقعت الولجة وقعت أليس وقعت أمغيشيا وقعت يوم المقر وقعت الأنبار وقعت وقعات معارك وقعت حصيد وقعت بني البرشاء وقعت الثني وقعت الفرائض وقعت عين التمر وتقرأ أنه الفرس خافوا منا وأرسلوا الجيوش لحربه وأنه أحد كبار قادة الجيوش طلب مبارزة خالد يقول برز إلى خالد خالد رأسا ركضوا أخذ خطفه وقتله طيب بعدين تقرأ عن الفرس تجد أنهم في سنة 13 من الهجرة السنة اللي راح فيها راح هو سنة إلى العراق في تلك السنة كانوا ساحبين جيوشهم ما إلهم ولا جندي في العراق أبدا إه؟ كيف إذن؟ ما إلهم؟ بعدين لما جاءوا إلى معركة البويب معركة القادسية جابوا جنود من داخل إيران إذن ما كان لهم أي جنود هناك أبدا حتى تكونها فمعارك مكذوبة كانوا مشغولين بصراعهم الداخلي كان همهم الدفاع عن المدائن فقط شرقي دجلة لم يكن أي قوات فارسية وإنما أرسلوا جيشا لمعركة بابل بعد ذهاب خالد من العراق بمدة إذن ماذا نقول؟ هذه كل بهورة ومكذوبات من أجل إثبات بطولات خالد بن الوليد من هو الوليد؟ الوليد بن المغيرة اللي الله يقول عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا اللي الله عز وجل وسع بحلم كل البشر إلا الوليد قال عنه زنيم ابن حرام وخالد يمدح بأبيه الوليد العود العود يفتخر بأبيه وسوه له وقعات المطولات لخالد لم تكن موجودة أبدا يقول بعدين قال الطبري نقرأ عن الفرس أنه كانوا في فترة وجود خالد في العراق مشغولين بصراعهم الداخلي قال الطبري 2573 أقام خالد في عمله سنة ومنزله الحيرة يصعد ويصوب قبل خروجه إلى الشام وأهل فارس يخلعون ويملكون ليس إلا الدفع عن بهر سير المدائن وذلك أن شير ابن كسر قتل كل من كان يناسبه إلى كسر ابن قباذ ووثب أهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه فقتلوا كل من بين كسر ابن قباذ وبين بهرام ابن جوار فبقوا لا يقدرون على من يملكونه قتلوا رجالهم من أولاد كسر ومن أعمامه من أخته من الأسرة الحاكمة قتلوهم كلهم ظل عندهم بنت كسر بس جابوها فإذن الحروب المدعات لخالد لم تكن مع جيش فارسي ولا حاميات فارسية كانت غارات على قرى ودساكر لسكان عرب بني تغلب أو مزارعين من أعراق متعددة كعين التمر وكان المثنى لا يغير عليهم خالد أغار عليهم ها هي بطولات خالد وين الكسر وين جيش الفرس ولم يكن جيش فرس وكذلك الأمر في فهم وضع الروم فعندما تقرأ في الطبري إذا عندكم تليفونات حولوها أخوان تقرأ في الطبري 300 أن هراقل بعد معركة اليرموك قرر الانسحاب من سوريا طيب لما قرر الانسحاب من سوريا يعني من سوريا وفلسطين ولبنان لما قال الطبري يروي عنه في مجلد الثلاثة صفحة 100 أنت يا طبري رويت عنه ليش تروي التناقضة هنا يروي أنه ما كان ولا جندي إلا الحفاظ على المدان عند الفرس ثم يذكر وقعات لخالد وجيش الفرس لا يوجد لا يوجد إذن هذه مكذوبة بشهادة الطبري هذه أيضا بشهادة الطبري يقول أن هراق البعد اليرموك قال هذا يرويها الطبري في مجلد ثلاثة صفحة 100 فعليك السلام يا سورية تسليم المفارق ولا يعود إليك رومي أبدا إلا خائفة نسحب 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 لك السلطينية فلا يمكنك أن تقبل الرواية التي تدعي وجود معارك بعد هذا التاريخ يعني بعد اليرموك انتهى وما في ما في معارك بعدين يذكرون معارك لخالد لأبو عبيدان لفلتان لعلتان معارك مع الروم وبرز القائد الرومي وين هم؟ كلهم انسحبوا والروم انسحبوا يناقضون أنفسهم وعندما تقرأ أن الروم انسحبوا من مصر 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 المقوقس بعث للمسلمين تعالوا انت صالح معاكم وحكموا مصر الروم انسحبوا عمر بن العاص الكذاب الأصلي اخترع له معارك أنه اللي فتح مصر ما شاء الله ومعارك بنت الملك وبالملك والجيش الفلاني وكسر هو الجيش الفلان ما له واقع عبدا كل مكذوبة يقول هو هذا اللي يروون عنهم تقرأ أن الروم هذا بالطبري صفحة مجلل ثلاثة صفحة 199 يقول قال أهل الأقباط لملكهم المقوقس عقلاء مصر ما تريد إلى قوم فلوا كسر وقيصر وغلبوهم على بلادهم تريد أن نستطيع أن نحاربهم هؤلاء المسلمين جايين قبائل من العرب ومن اليمن كسر وقيصر فلوهم وأخذوا مناطقهم تريد أن نحن المصريين نقف في مقابلهم صالح القوم واعتقد معهم يعني أبرم عقدا ولا تعرض لهم ولا تعرضنا لهم طيب إذن والحينئذين المقوقس كتب للمسلمين أنه تعالوا صالحهم وصالحهم صلحان أنه على كل نفر من المصريين ديناران بس يكون كبار الأطفال ما عليهم النساء ما عليهم الرهبان والقساوس ما عليهم والباقين دينارين يعطي جزية سنوية بعدين عمر بن العاص شاف هاي قليلة قال أنه أهل الإسكندرية كاتب الروم وردون يغزون يلا خلنوا نغزوهم وهاجم الإسكندرية وفتحها وخضعهم وصادرهم وأخذ أسيرات منهم وسبايا ونساء وأنهم ذولي كانت وين الروم؟ لا يوجد الروم أبدا يكذب ولذلك عثمان قال أنه كل السماية اللي أخذتهم من أهل الإسكندرية ليش؟ يريد عمر بن العاص أن البلد المفتوح عنوى هو يملكه ويخلي عليه ضريبا لريدها بينما اللي صالح أرض صالح أهلها عليها ما يقدر يأخذ إلا المتفق عليه دينارين وليس على كل الناس أيضا سنويا هو يريد يطمع فيها يكذب ويقول أنه أهل الإسكندرية كاتب الروم ويغزو الإسكندرية ويستبيحها ويهدم فيها ويقتل منها ويقول أنه أنا حررت فتحت الإسكندرية طيب لا يمكنك أن تقبل الدعاء عمر بن العاص بأنه خاض معارك مع الروم ومع الأقباط لفتح مصر فلابد أن تشطب على عشرين معركة وأكثرها ادعاها عمر بن العاص ورواته كذب كذب نعم كذبة طيب عندك عشرين معركة في العراق ادعوها لخالد مكذوبة نعم والله مكذوب في مصر هذه المعارك مكذوبة نعم مكذوبة هذه غارات قتلوا سبيب الأقباط نعم المساكين أو مكذوبة من أساسها طيب